موسيقى موجز الأخبار من قناة طيبة أهلا بكم شنامين ومانة العلاقات الخارجية بحزب المؤتمر الشعبي محمد بدر الدين هجوما على الحكومة الفترة الانتقالية بسبب تساهلها في التدخلات الخارجية في الشان السوداني قال خلال تصريح تلفزيوني أن الأمر وصل لأن يتدخل السفير البريطاني في شؤون البلاد ويدلي برأيه في موضوع رفع الدعم عن الوقود ودخول القوات الأممية للبلاد وتعيين الوزراء أضف بأن هذا انتداب بريطاني جديد مؤكدا بأن الحكومة تدار من قبل سفارات الخارج اتخذ الحزب الشيوعي بولاية شمال كردفان خطوات عملية تنفيذ لقرار الانسحاب من قوى الحرية والتغيير وأعلن الحزب الشيوعي بالولاية سحب ممثلي بلجنة إزالة التمكين ومكافحة الفساد التي كونها الوالي كما وسحب ممثله في لجنة حل والسلام الاتحادات والنقابات المهنية وإلغاء عضويته في المجلس الولائي أقال بيان صادر عن الحزب إن قراراته تأتي استجابة لما أعلنته قياداته بالمركز بالانسحاب من تحالف قوى الحرية والتغيير وقوى الإجماع الوطني مؤكدا وقفه في الخطوط الأمامية مع ما وصفه بقوى الثورة الحية وصاحبة المصلحة الحقيقية في التغيير والدفاع عن شعارات ثورة ديسمبر أبدى رئيس حزب المؤتمر السوداني عمر الدجير أسفه لحالة التباين والتباعد وسط قوى الثورة وآخرها انسحاب الحزب الشيوعي من تحالف قوى الحرية والتغيير قال الدجير أتمنى أن يراجع الشيوعي موقفه ويواصل عمل مشترك لإصلاح تحالف الحرية والتغيير وتوسعته بضم كافة قوى الثورة وضف الدجير أن الخلفاء أو الخلاف في وجهة النظر يجب أن لا يكون سببا لتشرذم قوى الثورة مشيرا إلى أنه يجب تغليب لغة الوصول على لغة الفصل بين كافة قوى الثورة وإنهاء حالة الخنادق المتقابلة والتخوين وإنعدام الثقة أكد نور الدين بابكر القيدي بتحالف قوى الحرية والتغيير والمؤتمر السوداني بأن خروج الأحزاب من التحالف سيعمل على إضعافه أقال نور الدين في تصريح صحفي كلما أصبحت مكونات التحالف مؤحدة فإنها تستطيع تقديم أداء سياسي أفضل أضاف بأن انسحاب الحزب الشيوعي وتجميد أحزاب أخرى نشاطها في التحالف بالشيء المتوقع نهاية الموجز شكرا لطيب المتابعة إلى اللقاء